اشتركوا في القناة ولها عليل إن دعاها باسمها بعباءة صفراء تمسح كاهلة وصغارها تهوى الجلوس بقربها تحكي لهم قصص الأميرة كاملة قالوا لها قصص بغير نهاية فعلى المسامع لم تكن متداولة ها نحن ننتظر النهاية فابدئي بدأت بقصتها الحزينة قائلة يوما من الأيام سارت قافلة بأميرة نحو العبيد القاحلة كانت كآيات تسير نساؤها إلا هي كانت كبائل بسملة لم يبق من تلك الرجال لها سوى رجل وقد كانت يداه مكبلة صار الحديد مراقبا خطواته بحرارة يهوي يعانق أرجله وهنا السؤال عن احمرار ثيابه أو من دم أم من حياء السلسلة بكت الأميرة دون دمع ثابت أو دمع يبقى من بكاء مغرولة دارت بها الأزمان بعد كفيمها سكتت فقالوا هل هناك تكملة قالت سأكمل قصتي واسترسلت بحديثها عن كافل ومدللة مولودة في بيتها لكنها في قلبه سكنت وعاشت داخل قمر يضاهي الشمس نور جبينه تأتي النجوم عشية لتغازل يسراء في وقت العناق فراشة يمناء في وقت المعارك باسلة مفكان طفلاً كان يحمل قربةً من شم قربته يشم جدائلة في عينه الحمراء غضبة فارس في رفع تلك الحاجبين مقاتلة يحمر في كل الحروب وتارةً يحمر لو كانت هناك مجاملة فقدته في إحدى الحروب بنينوى قتلته غدراً أمة متخاذلة ورأوا بتلك العين حق أخوة فرموه من تلك السهام الباطلة وأخوه ودع نفسه من بعده لا يستطيع العيش أن يتخيله وأراد يخرج سهمه لكنه ألم لتلك العين لن يتحمله صلى على كفيه فرض بكائه دمع الأخوة لا يجوز بنافلة أصحابه أبناؤه ورضيعه أخوانه رحلوا لأشرف منزلة فاستوحدوه وما يزال بريده بالحب يبعث للأنام رسائلة قد صار ذاك النحر في هيهاته بين الكرامة والمذلة فاصلة وتوجهت عيناه صوب خيامه فبها الأميرة لم تزل متأملة من حوله الأعداء حاطت مثلما لو حاوطت كل المناجل سنبلة ذبحوه عطشاناً وكان لإسمها أثر على تلك الشفاء الذابلة سلبوه ثوباً واصبعاً وعمامةً والخيل جالت كي ترض مفاصلة رسم المخطط للسباب سياطهم لأميرة كانت تشير البوصلة ومشوا بها وعيونها لبناتها فبغيبة الكفان صارت كافلة وبكعب رمح أو شتيمة والد ساروا بها وطريقهم ما أطوله بطريقهم إحدى البنات تعارضت وتوفيت وسياطهم متواصلة وتوفيت أخرى وكان رجاؤها قم يا أبي قم يا أبي متوسلة وصلوا بها للقصر فهي أميرة دخلت إلى قصر الطغاة مبجلة إذ كان طاغ العصر يفخر ضاحكاً ويظنها مكسورة ومولولة شهرت سيوف كلامها في وجهه وقفت بكل شجاعة لتجادل بطشت به والقصر مال بعرشه في خطبة لكنها كالزلزلة قد حاول استفزاز بعض دموعها لقتيلها واختار بعض الأسئلة قوني وكيف رأيت ذبح كبيركم قالت جميلا قولها ما أجمل فليصبع المقطوع صار علامة حتى يدل لثورة متكاملة لكنها في الليل تفترش الثرى جرحاً وإيثاراً وعيناً هاملة وصغارها يدعونها علتنا هم مثلكم فعلاً وليست أمثلة سكتت فقد نام الصغار جميعهم فلعل قصتها الحزينة هائلة هي هكذا في كل يوم لم تنم تحكي لهم قصص الأميرة كاملة والطفل يأوي للمنام بحجرها فتظله لتشمه وتقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم